هي حقاً اللعبة القذيرة ولكنها في الجزائر أقدر حين يختلط المال بالسياسة وأفضع حين تفتح ملفات الحزب العتيد بأروقة العدالة ويكون بطلاها الأول من كان يوماً نائباً في البرلمان المسجون حالياً بهأدنطليبة وثانياً أبناء الأمين العام الأسبق للحزب جمال ولد عباس والتساؤل الذي ستجيب عنه التحريات كيف يمكنك الترشح في الأفلان؟ في الحزب العتيد يكشف النائب بهأدنطليبة أمام قاضي محكمة سيد محمد أن الأمور لم تكن بالكفاءة والأقدمية والنضال بلسكندر ابن الأمين العام للحزب طلب منه سبعة ملايير مقابل تصدره قائمة عنابة في الانتخابات التشريعية ولأن الوضع كان عفناً بصورة غير عادية ببيت الأفلان فطليبة أقر أنه قام بتسجيلات صوتية تكشف تورط نجل ولد عباس في بيع قوائم الترشح بتسعة ملايير عما سكندر فقد نفى ليس لأن الكفاءة من تختار بل شقيق الرئيس السعيد بوتفليقة يسكر حتى الثمالة ويتصل بولد عباس يأمر هو الآخر يطبق في صمته أثناء المحاكمة يواجه القاضي ابن الأمين العام سكندر بسعيه لجمع نحو ثلاثمائة مليار ليس من التجارة بل بالمتاجرة بالقوائم وهنا التساؤل هل تاجر من هم تحت قبة البرلمان المشرعين للقوانين والمنادين بمحاربة الفساد وقس على هذا من هم بالمجالس الولائية والبلدية